سيهم نربات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله سيهم. مبركب ورحمة الله. الله بارك فيك للا. شكرا لك بزيف. مرحبا. ايه. شو هي? بلاغات ايه بزنجلان. تفضل للا سيهم. فيهم زلافة ديال الزنجلان. ايه. زلافة الفورز. ونس كاس ديال في الدم دوبة. ونعجنوها بالماء الظهر. وكت نسميها بشوية ديال نافع مدقوق. ايه. 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 كبقى خصيري. ايه. ونسمع القدية الخميرات الحلوة. مهم. وتعجنها وما تكونش قاسحة بزيف. وما تكونش عوتاني مرخوطة. مهم. وكتقطعيها بطابع مربع. ايه. وكتجمعي لها دوك الراس الاخر بش تجمع ديها لشكل بلغة. بجيها لشكل بلغة فعلا. ايه. هم سعفين وجدو الزيت ونقليوها. ونطفوها في الأسل. ومن اللي تقطر. ايه كتزوقها باللغة غاجة. ايه باللغة مقلي. مهم. ايه. وابعت نعطي لك خب. ايه تفرنا. كما عطي رجينات لك خب بهنا. ايه. خلي بريتي. ايه. بحال بحال غلاوة دلوقت. ايه. بحال بانديرو سيقار ولها ده كتجي باللك خب. وكتكون ديجا قليتي اللوز وطحنتيه مع شوية ديال سكار والقرفة. وكتجي باللك خب تتلقيها. وكتجي طراس وكتحطي جوج معلقة ديال اللوز من تحون. وكتدور عليها هكا العسل. وكتطويها على شكل سيقار ساكتعمري التبصيل. وكتدين دوزي عليها هكا الخيوطة الاسل. وكتدردر عليها اللوز مقلي. كيجي زوين فطبلاك الفطور. ايه. الافشرة اسف الله الف elemento التحانه وكتحني اللوز المرة الأولى بلساندة والمرة الثانية كتحنيه مع ربع الساندة وكتوجي ديه ثلاثة اترة الحليب كتأخذي ومنلي كتجيبي ثلاثة اترة الحليب كتشديه كتقدري بحالدة باش يؤديك العقدة قسميها على ثلاثة كولا اترة باش تقدك تحانة مينة؟ كتديري بحالدة با اترة وكتقسميها على ثلاثة وكتجي بيحدة كاس المظهر كتنسميك وكترب شوية ديه المظهر فهكتك تكملي ديك ثلاثة اترة الحليب حيث ثلاثة اترة الحليب كتجي مع ربع الساندة وكيجي خاتر وبنيلسك ايه وبزيب الناس كيبغوا يعني بأنك هاد الوصف لها كاف العاثر وكيجي خاتر حيث كتحنيهم زيان كتحنيجوش بحنات مرة الأولى بلسكر ومرة التالية بلسكر ايه تكسحاب وشرة تبارك الله عليك سيهم سيهم سامحيني سيهم من الرباط وبغيت نعطي العجينة ديه اللي بطات كندير بيها اللازانيا والكنيلوني وخلص محتي خليك معانا سيهم مفاصل يا تفضلي بها ربعة الفورس كتجي بيت حتي فوق البوتاجي وكتدي رفوس من نوح فيرة ايه كتحرسي في ثلاثة البيضات وشوية الملحة وكتحطي حتي ديك القرعة ديه الزيت بلدية وكتبض ديت عجينيه علاج هي نcketه ديك اللازانيا وإmumbles i Wall helplling وثلاثة البيضات وشوية الملحة ايه وعنا بغسرسي في الأوذية نولي أن ن vir Sad 5 و 2 g إذ وقتين 65 2010 يعني نuation Warren أي نضغط شرسي في الحرشين ايه بغسى تعوضي فتي في عوض ثلاثت صعيف مما و الشرwick والتواثة 1.5 g فلاثة ايه فعلا وكتعجنيهم بثلاثات البيضات والزيت بجدية وشوية الملحة تجميع العجين وتكون قاسحة وكتدريها في الماليوماتي وتخليها ترتاح بيد منوج تلابه شامل مثل فتروة الحليب ومعيدقة الزبدة ووجو جمعيدقة الطحين ومليحة وبزر والقوزة محكوكة وكتجيب يعود ثاني لصصتها تحتم تكون موجدها على تساع ديك كثيرة زمان كمس القومة طيشة وهذا كوش العين عندها مدحل لصصها ببيزا كتكون عندك ديجا وكتجيب يعود ثاني مقلة كتتحرفيها بسلام حكوكة وربعة الكفتة وربعة دياليزيبيناء وكتدري شوية ديالتومة وملحه وبزار كتصوت هذك شي كله تتلي بغي يزيد بحل ده بزلافة بشي كتصر الخضراء كيدير زلاثات القرعة محكوكة ايه مه كتتوجدي هادو كتدري مع ثاني جمعي القادة ديالماطيشات الحك كتتحركيه معه وكتجي شوية عقدة هاذ الامارة وكتحطي ذك شي كله قدامك وكتجيبي عجينتك وكتبدي تصرحيها مزيان تكتشوفي البوت عجيبين لك ملتح تصرحي عرقيقة باش مادشك شغلة يضا وانتي فرشتي واحد لايزار بحل دك فاش كنضربو الخبز كتصرحي حدك وكتبدي تقطعي هذا كيبغي تيواش بالجرارة ولا بديك القطعات للبيتزا وكتبدي تقطعي ذلك وقد هذك لازانيا اللي كان شري واجدة كتبدي تصوبيت تصوبيت تكتكملي العجينة تدو كل الشيطة ديال الجنب ركن تحتاجيه بقيت تحطيهم حدك وكتجيبي ذك المول كاري حسني كونت الزاج حيث سبحان الله ديال ذك الكحال ودك الاخور كتلصق فيهم الزاج اللي كتجيبي ذك المول قدامك كتدهنيه بزبيدة كتدريل تحت لاصص طومات وكتستفيدك لكاري ديال اللازانيه العجين وكتجيبي لاصص ديال الكثة لصابتي بالخوضر وليزبينا كتكبدي نص ديالها وكتجيبي لابا شامل وتبقيت هكا تكبدي مشي وتجي مشي وتغرقيها من هكا تزكش بزاف ايا ودري عليها فرماج محكوك نسيت ما قلتم كل واحدة وجه دو مية قرام رابعة بحال كي ما بغيتي وكتديلي الفرماج وكتسقي شوية بلاس الصومات في جوج مغارف كتكبديهم عليها لاصص طومات بحالي كنديرو في البيتزا وعاوثاني كتجيبي التفريشة الثانية ديال اللازانيه اللي صابتي كتسيهم عاوثاني أي طبقة اخرى وعاوثاني كتكملي ديك الكثة وليزبينا هادا كتدريها كاملة وكتجيبي عاوثاني لابا شامل كتكبدي وخلي فيها مزال حاج ولي قسميها على ثلاثة كاز عاوثاني كتسقي بها ديك الكثة وعاوثاني كتديلي الفرماج محقوق بقاتلك أعطاتك تخوة زيباج مزيان وعاوثانك شراء غتغطيها كاملة بالبيش عامل في النخر وتدردري داك الفرماج محقوق وإلا بغيت يعاوثاني تديلي بها حاجة اخرى كتجيبي ديك الكاغي اللي قطعنا وكتجيبي عاوثاني في المقلة كتصوبي الفرماج بكريجين ولا جبن العالي جبن بيض كتكون انت في المقلصاتي تويمة ومالحاء بزار وشوية ديال الزيت بلدية وليزيبينة وكتكبيع لهم الجبن لافا ولي داك الاخر ريجيم اللي يختم للسكر هادي زعمة نباتية وكتجيبي عاوثاني داك المول تزاج واخي يكون صغير كتدرين سترو ديالا بشامل كتكبيها وكتجيبي داك لافاق سنيت برد كتجيبي دوك الكاغي وكتبدي تدوري بحل سيقار هادا كمال يكن يلوني ايه 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 وكتحطيهم علي ديك البلاسة على شتنيتي باش مية تحلوش تكتتعمريهم في ديك المول ديالكتزاج ساتو وكتدري لهم الفرماج محكوك وهو ماهدومني يدخلهم الفران غطيهم بالبابي المليوم بشوية يعرقو بش ما يتشوطوش هم حيز ما غندي لهم مشلصو سطومات وكتوقي يجو عندك جوج اشكالي لبغيت تديريها تخفك تنعجنين سكيلو ولا كل امره تديري حاجة بهذا العجينة موهم راه مجربة وكتجيزوينها وديج انا حتى عندي واحد لاباج فيسبوك ايه 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 يجلي وتسيهم ام ايميل راح تدفتها فيها ديجا واحد المرة ووخة وعلى المرة السيدة اللي كانت بغيت الحليب موحلة ايه اعطتها واحد انا اجربته امم واخت فضلي كتجيب كاثرون كبير وكديري فيهم علقة الزبدة كبيرة وكتسبيع لها اطروت الحليب وكتشدي سكار غلاسي شي كيلو تقريبا موهم كتتغرب ليه وكتعمري فيه 14 كيسنة العاصر ايه وكتسبيسك بكاس على داك الحليب ونتي كتتحركي بالفوي كتحركي وكتتنقصيله البوطة وسبقى يصبقى 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 يقول لك بحل الحليب محلوك يخرج كمية مزيانة ايه ومعكولة بغتي غير نص حك كديرين نص مصيتروت الحليب بغتي لحك كامل را كديري هاك إطارة ايه لا حسبش حال غتي وجدي بي حال اللي بغتي وكنت بغتي ما عقلش كولي كانت ذاك العام داد في العسل فهكا فهكا تشعبان من قدر برمدان ايه واخديتوا جربتوا زعما زوين وساهل ما عقلتش يشكون مستمع لا المستمعه ما عقلش ولكن هو كنديره دائما نزوين اللي بغتي نفكر بها اسمي سوي لابقى الوقت اموخات فضلي طريقة تحضر العسل ايه تفضلي ايه تيه كيلو ديال سكر طوبة ديالتي وكيلو تسانيده وحمضة مصورة وليمونة مصورة واتروت الماء وهي السيدة كانت لك تديري في الكوكوت وكتديري السكر وثانيده وكتكبع ليهم عصر حمضة وعصر ليمونة وكتبعي شوية الماء تبديت حركتها كيدوب من اللي كيدو كتكمل اللي تروت الماء ومداجه حسنه يكون طايب باش دغيات سالي حيث هذا السريع وكي يصدق مزيان وكتجيبي كموسة كتدير فيها شوية قاتاي شوية ديحب بقاتاي شوية ديحب وحبيبات المنحة وشوية ديال الزعفران حور وكتالي بغي يزيدين السم يزيد شوية الزعثار وحبيبات القرنفل سوفي كتسدي لكموسة ديالك وكترميها في العسل ديالك وكتديري يدوك الدوائر الحامض باش كنعلموا العسل كتديري واحد دائرة الحامض كترميها فيه وكتسدي عليه الكوكوت غي كي يصفر كتنقصيلو وتخليهم الساعة من اللي كتحلي كتديرو قرعة ديال الماس ازهار صغيرة وكتديرو لومسكام دقوقة وقرعة ديال العسل ديال كيدو من داكل اخر اللي كنشفيو كمارو وصع فيه كتخليه يغلى كي يجي زعما ممتاز وجربته ويجي زعما عمرني انا مطيبت العسل ما هذا صدق لك صدق لك وكي يجيتلو نزبين اللي تكسحات سبارك الله عليك مشكورة لعوتيننا هاد الاقتراح ديال العسل ومشكورة على هاد الاقتراحات اللي نوعاتيننا فيهم سبارك الله عليك سيهام نرباط ومرحبا بك في اي وقت وعواش ترم بركة